مجاد لذيذة وقريبة وتشبهنا وكنت عايزة أبي يفاصل باس على حديثك بتقولي العمل جالك متأخر قوي في وقت المذاكرة يعني كان في مساحة بقى للارتجال يعني اللي احنا شايفينه على الشاشة ده كان في المية ده نص مكتوب وحفظناه وقلناه بالزبط بأداءنا طبعا ولا كان في مساحة في الكوميديا دايما يتقال كده انو الارتجال بتبقى مساحة مهمة للفنان في مساحة طبعا وبالذات لما بيكون مع فنانزة أكرم حسني في هارمون بينه قويسة وما بيبخالش على اللي قدامه زي ناس تانية بمذكر أسامي بالمساحات طبعا وممكن بعد ما تقولت لأداية شالف المنتاج عادي جدا ومعاكي بقى مخرج جميل قوي يعني ايه يعني قبل كل مشهد يشرح لك المشهد هتعميلي ايه بالزبط يعني مثلا احنا بعد عشر تيام من التصوير بنصور الحلقة التسعة وعشرين وهو خارج من السجن طب انا ما شفتك ده كله فيقعد لكل واحد فينا يشرح لك خلفية انت هتقه هو انت خارجين من السجن الحالة دي انت يا سماعين كذا انت يا آيتين كذا وانت يا سلمة مش عارف ايه وانت ربط الشخص بالزبط التوجيه ده مهم جدا طبعا لا والتوجيه ده بيعوض كمان زنقة الوقت اللي انتوا كنتوا فيها طبعا التحضيرات اللي ما تلحقتش بالمناسبة بقى راجلت حاجتين مهمين انه اكرم حسني وقوميديا اكرم حسني كتير من الناس بنسمع كلام جميل عن قدي ايه لما الفنان نفسه بيبقى يعني نفسيا مريح بتبقى كل فريق العمل واخد مساحاته طبعا حاصل ده مع اكرم حسني مع كل فريق العمل كنت حاسس مع كل فريق العمل من اول المنتج والمخرج رب العمل وبطل العمل والممثلين ومساعدين الاخراج والانتاج حتى عامل اللي بيضافتنا حالة من طب اقولك حاجة والله انا بحلش كده فاكرة زمان وحنا صغيرين نبقى فرحانين ان احنا طلعين رحلة الصبح از نار يطلع انا ده كان الاحساس عندي وانا رحل الاستصوير فرحان ان انا انا رايح لوكيشن بحبه بالظبط اه مفيش تنشانة رغم ان انتو بدون مجاملة اشتغلتوا في وقت صعب وانشغالين وقت رمضان مهنروح بقى اللي بخليها نقناس الكورونا وشغالين بكماما بس الحالة الحلوة دي اه يعني ربنا يدمها طيب يقولوا دايما انه الكتابة هي أزمة الدراما طبعا عموما مش بس الكوميدي العمل ده كان مميز في ايه فحضرتك شوفت انه ده كان سر نجاح الكتابة وديتنا فيه الاستاذ اهاب بليبل طبعا المؤلف بنحيي لان هي الاستاذ اكرم والاستاذ خالد الحلفاوي بدئين ده من سنة فاتت يعني اول ما الاستاذ اهاب بليبل عرض على الاستاذ اكرم فكرة اللي فالفكرة شدت وبدأ الكتابة طبعا وبيحصل تعديل ونكتب تاني ونعدل فطبعا الفكرة هي أساس ركاية والورق اللي مكتوب طبعا هو اللي منجح اول حاجة الورقة بس